غضب شعبي متزايد في محافظة البصرة سببه استمرار تردي الخدمات الأساسية في المحافظة لسيما الكهرباء والماء سكان منطقة باهل شمالي البصرة تظاهروا للمطالبة بتحسين الكهرباء ومعالجة الملوحة الكبيرة في مياه شق العرب وتوفير فرص عمل للشباب العاطنين تظاهرات سلمية واجهتها القوات الحكومية بالرصاص لتفريق المتظاهرين حيث قتل متظاهران وأصيب اثنان ما ينذر بصيف بالغ الحرارة في الأوساط الشعبية المثقلة بالأزمات القوات الحكومية اعترفت في بادئ الأمر بقتل متظاهر برصاص عناصرها لكنها سرعان ما تراجعت عن هذا الاعتراف بالقول إن القتيل كان مسلحا وبادر بإطلاق النار على أفرادها الاحتجاجات الشعبية في العراق اقتوسعت منذ عام 2014 فأصبحت حركة تلقائية تطالب بالإصلاح والتغيير بما في ذلك تغيير العملية السياسية التي لم تعد موضع ثقة العراقيين كما تحولت هذه العملية إلى رمز للتكالب على السلطة وعنوان لضعف الدولة وتراجعها على مختلف الصعود فالسكان في أغلب محافظات العراق يتظاهرون منذ سنوات مطالبين بتوفير فرص عمل للشباب وتوفير الكهرباء والمياه الصالحة للشرب ومكافحة الفساد الحكومي إلا أن أي من هذه المطالبات لم تلقى استجابة تذكر الفساد الحكومي في قطاع الكهرباء تجلت حقيقته عندما أوقفت إيران إمداد العراق بالكهرباء بسبب تراكم ديون حكومة العبادي وعجزها عن السداد ما تسبب في زيادة ساعات قطع الكهرباء في محافظات ذيقار وميسان والبصرة ويتفق معظم العراقيين على أن أزمة الكهرباء في بلدهم الغني بموارده الطبيعية تمثل نموذجا حيا للفساد الحكومي المالي والإداري وإهدار ثروات البلاد